في مخيم الجلازون في الضفة الغربية المحتلة يشكر بعض اللاجئين الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن على استئناف مساعداتها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فالرئيس الأمريكي قرر إعادة المساعدات للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار على عكس ما كانت تسير عليه إدارة سلفه ترامب المؤيدة بشدة لإسرائيل إضافة إلى دعم الأنروة تعهدت إدارة بايدن أيضا بتقديم 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك 10 ملايين دولار لجهود بناء السلام هي أصلا الأموال هذه المسيسة الأموال التي تجي للسلطة أو تجي للوقع المسيسة وبيضغط علينا فيها من أجل أركاعنا سياسيا وتقديم تنازلات سياسية من أجل الوافق على المشاريع التي ترعوها هم والإسرائيليين وكانت الأنروة أنشئة عام 1949 أي بعد نحو عام من إنشاء دولة إسرائيل وهي تقدم خصوصا المأوى والغذاء والتعليم والصحة لأكثر من 6 ملايين لاجئ الذين يتوزعون في أكثر من 60 مخيما داخل الأراضي الفلسطينية وفي دول عربية مجاورة ترجمة نانسي قنقر